اشتركوا في القناة وفيما تبقى من شهر أكتوبر 21 الحالي هل بدأ الموسم المطري؟ هل تأخر فعلا الموسم المطري؟ الأجواء لا نزال نلاحظ بأنها صيفية مع ساعات النهار أجواء صيفية دافئة ربما أين هي شتوى الزيتون أو الشتوى الأولى في هذا الموسم؟ هذه الأجوبة سنسترضها من خلال هذا الفيديو التالي السبب في تأخر الفعاليات الجوية أو عدم انتظام وصول أي فعالية جوية هامة إلى المنطقة مرده إلى تشكل مرتفع جوي عميق في مناطق شمال القارة الأوروبية ودول اسكندينيفيا ذلك المرتفع نتج بفعل تولد منخفضات جوية حركية نشطة في منطقة شمال المحيط الأطلسي والتي تعمل بدفع رياح دافئة وحارة ربما في بعض دول غرب أوروبا باتجاه شمالها في حين تتجه كتل هوائية شديدة البرودة من مناطق غرب روسيا إلى وسط القارة الأوروبية وكلنا نلاحظنا تساقط الثلوج المبكر في كل من ألمانيا يوزلافيا النمسا بعض مناطق إيطاليا ذلك أدى إلى تشكل منخفضات جوية في هذه المناطق وسط وجنوب القارة الأوروبية واتجاهها أحيانا إلى دول شمال المغرب العربي ذلك يؤدي إلى نشوء مرتفع جوي قوي في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط ومناطق شرق القارة الأوروبية ذلك يدفع بامتداد ضعيف وضحل لامتداد منخفض البحر الأحمر من الجنوب هذا الامتداد هو امتداد غير فعال غير مقترن برطوبة مدارية من تلك المناطق وغير مقترن برطوبة من خلال كتل هوائية باردة في طبقات الجو المتوسط والعليا لأنها لا تصل إلى هذه المنطقة وبالتالي فهو امتداد غير فعال لمنخفض البحر الأحمر امتداد منخفض البحر الأحمر يتميز خلال هذه الفترة من العام بأجواء تميل إلى الدفئ مع ساعات النهار أجواء تميل إلى البرودة مع ساعة الليل بمعنى أن هناك هبوب متكرر لرياح شرقية جافة خلال الفترة القادمة وهذا ما ساده خلال العشرة أيام المقبلة في حين يتوقع أن تمتد بعض الامتدادات المنخفضات الجوية الضعيفة غير الملموسة إلى المنطقة لكنها لن تلبث سوى أيام بسيطة وبالتالي متوقع أن تستمر هذه الوضعية الجوية أن تسود خلال الأسبوعين الثاني والثالث وخلال جل ما تبقى من هذا الشهر عدا عن الأيام الأخيرة منه ومن خلال الصورة التالية نستعرض معكم درجات الحارة المتوقع أن تسود في العاصمة عمان خلال الأسبوع التالي كما نراحض أجواء أقرب إلى الصيفية درجات الحارة في وسط إلى نهاية العشرينات مئوية بل وتلامس الثلاثين مئوية في بعض انحاء العاصمة عمان ومدينة الزرقاء مثلا في حين درجات الحارة مع ساعة الليل تلامس العشرين مئوية وبالتالي أجواء تميلة للدفع النهارة أجواء لطيفة مع ساعة الليل هناك ربما في الفترة التالية انخفاض بسيطة الحارة لن تقل عن حاجز ربما العشرينات مئوية هناك ضعف بالفعالية الجوية غياب واضح للأمطار المهمة في مثل هذا الوقت من العام لكن تكرر هذا الكلام في مواسم سابقة كانت المواسم التي أفرزتها فيما بعد في الشتاء قوية ذلك لا يعني أن الشتوى القادم هو موسم قوي أو موسم ضعيف ذلك تجب متابعته خلال الأشهر القليلة القادمة على العموم تابعونا خلال الأسبوع القادم للمزيد حول التوقعات الجوية خلال فيما تبقى من هذا الشهر إضافة إلى النشرة الجوية الموسمية لمتوقع إصدارها مع بداية شهر تشرين ثاني المقبل أو نوفمبر دمتم برعاية ألا ترجمة نانسي قنقر